اشتركوا في القناة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فادخل عليه به فالباب مفتوح ولله حمد دائم متواتر إذا تم حمد يقتفي إثره الحمد آخر ما نرشو أوله لله مرشعه لله موئله ثم الصلاة على من لا تمثله أنامل الكون لو فاضت أنامله الله عظم قد رجاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما من ذا الذي ما ساء قط من له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط نور نطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سر البدر في داج من الظلمي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الأكارم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وقفتنا في هذه الحلقة المباركة مع قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذه الآية عظيمة لأنها تتحدث عن ركن عظيم من أركان الإسلام التي بني عليها لا وهو حج بيت الله الحرام إصح في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الدين سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وثبت كذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فعلمنا إذن أن حج البيت وركن من أركان الإسلام التي لا بد للمسلم أن يحققها ولكن هذا الركن مقيد بالاستطاعة والاستطاعة هنا المراد بها الاستطاعة البدنية بحيث تكون له قدرة على أداء المناسك إذا وصل إلى مكة والقدرة المادية وهي الزاد والراحلة فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ولله على الناس حج البيت معناها هؤلاء فرض الله تبارك وتعالى عليهم حج بيت الله الحرام الذي وضعه الله تعالى بمكة هذا البيت يجب على كل مسلم له قدرة على أداء هذه الشعيرة أن يؤديها ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أبي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ها ثلاثا قال لو قلت نعم لو وجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فالله تبارك وتعالى إذا قيد هذا الحج بالقدرة والمراد بالقدرة هنا الاستطاعة وخليل رحمه الله تعالى في مختصره يشير لهذه الاستطاعة يقول ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمة وأمن على نفس ومال إلى آخره فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي من استطاع السبيلا وهو لا قدرة على أداء المناسك ومع ذلك لم يؤدي هذه الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا معناها إن شاء مات على اليهودية أو مات على النصرانية وإنما قال ذلك من باب التقليض ومن باب الزجر عن تاخير أداء هذه الشعيرة لمن قدر عليها فقال الله تبارك وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله تبارك وتعالى غني عن حجنا الله تعالى غني عن صلاتنا الله غني عن صيامنا الله غني عن كل أعمالنا هذه الأعمال نتقرب بها إلى الله تعالى وسنجدها ساعة وهي أكثر منفعة لنا في دار الآخرة من دار الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا الحج قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وقال صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يرفوث ولم يصخب خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهذا إذن فضل كبير وورد كذلك في السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن الله تعالى قال إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم وإن كان هذا الحديث على كل حال فيه متكلم بين العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجسد هذه الفريضة وقال لعباد الله تعالى من بعده خذوا عني مناسككم فقد حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة لأداء هذا الركن وبعث إلى الناس لمن يريد أن يحج هذه السنة أن يأتي لأنه يريد أن يحج فجاءه الناس من كل فج عميق وأذن في الناس بالحد ياتوك رجالة وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم كما قال الله تعالى فجاءه الناس من كل فج عميق فاقتسل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم ركب على ناقته القصوى فحتى إذا ما بلغ ذو الحليفة صلى ركعته صلى الله عليه وسلم ثم ركب على ناقته القصوى ثم أهل بالحج حتى وصل إلى مكة وطاف طواف قدومه عليه الصلاة والسلام ثم سعى بين الصفاء والمروة ثم خرج إلى منا في اليوم الثامن من ذي الحجة ومكث فيها يوما بكامله صلى فيها الظهر قصرا في وقته والعصر قصرا في وقته والمقرب على وقتها والعشاء قصرا في وقتها ثم صلى الصبح ثم لما طلعت الشمس حرك ناقته القصوى باتجاه عرفة فمكث فيها حتى إذا زالت الشمس خطب بالناس ثم صلى بالناس ثم خطب بهم تلك الخطبة المشهورة المعروفة التي علمهم فيها مكارم الأخلاق وعلمهم فيها ما ينبغي أن يتمسكوا به ثم وقف في جبل عرفة يدعو الله تبارك وتعالى حتى غربت الشمس ثم حرك دابته وكان الناس عن يمينه مد البصر وعن شماله مد البصر وكان يشنق لاقته القصوى ويشير إلى الناس بيده السكينة السكينة حتى وصل إلى مزدرفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم لما طلع الفجر توجه إلى المشعل الحرامي وقف فيه يدعو الله تبارك وتعالى حتى أسفر ثم توجه بعد ذلك إلى منا ورمل جامرة العقب الكبرى بسبع حصيات ثم حلق رأسه وحلق الصحابة رؤوسهم ثم توجه إلى البيت وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منا ومكث بها أيام التشريق الثلاثة فلما أن الحج مكث بمكث أياما ثم رجع إلى المدينة وهذه خلاصة الحج التي ينبغي للمسلم أن يعيها لأن الحج له أركان وما كان للعلماء أن يستنبطوا أركان الحج إلا من حجة النبي صلى الله عليه وسلم إذن أركان الحج الإحرام والإحرام ثلاثة أنواع إما إفراد وإما قران وإما تمتع وهناك الطواف والطواف على ثلاث أقسام طواف واجب كطواف القدوم وطواف الركن طواف الإفاضة وطواف مستحب ألا وهو طواف الوداع وهناك ركن آخر ألا هو السعي بين الصفاء والمروة إذن نركان هو الوقوف بعرفته وهذا ركن وكل ركن تحته من السنن وتحته من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله فلابد للمكلف إذن أن يستشعر أن هذا الركن أمره عظيم فإذا كانت له قدرة بدنية وقدرة مادية لا بد أن يتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الشعيرة لأن أمرها عظيم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بعض الأنبياء من قبله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم علمنا الله وإياكم علم التقاء والأدب